السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم التجربة العشوائية سنتعلم طلابي العزاء معنى التجربة العشوائية في هذا الدرس وأمثل على التجارب العشوائية والتجارب الغير عشوائية وأيضا سنتعلم ما هي النواتج الممكنة والنواتج الغير ممكنة لهذه التجربة وأيضا الرابع هناك أنواع الحوادث سنتعلم ونتعرف خلال درسنا ما هي أنواع الحوادث التي توجد للتجربة الآن سأقوم بعرض فيديو قصير لكي نتعلم مجموعة من المعلومات المهمة لهذا الدرس أهلا بكم يا تلاميذ الأعزاء سنقوم في هذه الحصة بإجراء تجربة أليست التجارب في حصص العلوم يا أستاذي؟ نعم يا محمد ولكن اليوم سنجري تجربة خاصة بالرياضيات ما هذه التجربة يا أستاذي؟ أريد منكم أن تنتبهوا لهذه التجربة وأريد من كل طالب التعليق على هذه التجربة سمعا وطاعة يا أستاذي معي الآن في يدي حجر نرد ما هو حجر نرد يا أستاذي؟ إذا ركست جيدا ستجد أنه الزهر الذي يلعبون به لعبة الطاولة الشهيرة نعم نعم لقد تذكرت إذا ألقينا حجر النرد في الهواء وسقط على الأرض فماذا يكون العدد الظاهر على الوجه العلوي؟ ممكن أن يكون واحد وممكن أيضا أن يكون اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أحسنت يا مايكل وأحسنت يا محمود بالفعل إذا ألقينا حجر النرد في الهواء فإن العدد الظاهر على الوجه العلوي سيأخذ إحدى النتائج واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة بمعنى جميع نتائج التجربة متوقعة ولكن لا نستطيع التأجيد على عدد بعينه ما اسم هذه التجربة يا أستاذي؟ هذه التجربة تسمى التجربة العشوائية ألها تعريف يا أستاذي؟ بالفعل لها تعريف وهو أن التجربة العشوائية تجربة يمكن معرفة جميع نتائجها الممكنة قبل إجرائها ولكن لا يمكن تحديد الناتج الذي سيحدث فعلا إلا بعد إجرائها فمثلا تجربة إلقاء قطعة نقود مرة واحدة نتائجها معروفة وهي إما ظهور صورة أو ظهور كتابة ومثل سحب كرة من صندوق به ثلاث كرات متماثلة سفراء وخضراء وحمراء فالنتائج المتوقعة هي سحب كرة إما سفراء وإما خضراء أو حمراء لقد استوعبنا التجربة يا أستاذي رابع هل أنا خكيت لك أنه هون النتائج الممكنة أنه أنا إذا قمت في الصندوق بسحب كرة سفراء هل ممكن أن يظهر عندي كرة باللون الأصفر؟ نعم بحكي عنها نتائج ممكنة طيب لو أردت أني يقضع إيدي في الصندوق وأحكي حاب أن تطلع معي الكرة لون أحمر هل ممكن أن تطلع الكرة باللون الأحمر؟ نعم فأنا بحكي أنه النتائج ممكنة طيب رابع لو أنا أردت سحب كرة باللون الأسود من الصندوق هل ممكن ظهور كرة باللون الأسود من الصندوق؟ طبعا لا فأنا بحكي عنها نتائج غير ممكنة طيب رابع يلا نكمل همنا ما هي التجربة العشوائية انتظر يا محمود ما زال للدرس بقية كلنا آذان صاغية يا أستاذي جميع النتائج الممكنة التي حصلنا عليها من إجراء التجربة العشوائية سنطلق عليها فضاء العينة هل معنى ذلك أن فضاء العينة هو مجموعة جميع النواتج الممكنة للتجربة العشوائية؟ بالفعل يا محمد لقد أحسنت التعبير وأحسنت القول تمام رابع إذن تعلمنا بأن التجربة العشوائية هي التجربة التي يمكن معرفة جميع نواتجها الممكنة قبل إجراءها طيب خليني أنا أصحنك لو أنا مسكت قطعة النرت ورميتها هلأ أنت شو بتجيب تقولي ممكن يطلع معي واحد أوكي صح ممكن اثنين ممكن ثلاث ممكن أربعة ممكن خمسة برافو ممكن ستة تمام بس هل أنا بحكي لك أنا إذا رميت حجر النرت أكيد 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 رح يطلع معي أربعة طبعا لا أنا مستحيل أعرف إلا إذا قمت بإجراء هذه التجربة بأكد لك شو الرقم اللي طلع يعني أنا لازم أقوم في التجربة وأطلع بعيوني شو الرقم اللي طلع وأنا أحكي لك إنه طلع عندي أربعة بس أنا بخمن بحكي ممكن يطلع واحد ممكن اثنين يمكن ثلاث برافو يمكن أربعة يمكن خمسة يمكن ستة ممكن إنه يطلع معي رقم سبعة طبعا لا مستحيل من ويندي يجي سبعة مهم يقول لهم ستة أوجه مستحيل طيب هلأ منحكي عن أنواع الحوادث خلينا نكمل مع بعض تعريف التجربة العشوائية إذا مرة ثانية التجربة العشوائية هي التجربة التي يمكن معرفة جميع نواتجها الممكنة قبل إجرائها ولكن لا يمكن تحديد أي هذه النواتج إلا إذا فعلا قمنا بإجراء التجربة مثال بسيط مثال النواتج الممكنة عند رمي حجر نرد ما هي؟ حكينا من الواحد إلى الستة طيب حكينا عننا أنواع حوادث الحادث الأول ويسمى الحادث المستحيل أما الحادث الثاني فأنا بحكي عنه الحادث الممكن وأيضا يا رابع عندي الحادث المؤكد تمام الحادث المستحيل مثال عليه ظهور عدد سبعة عند رمي حجر نرد مستحيل من عندي يجي سبعة مستحيل حادث ممكن ظهور عدد ثلاث عند رمي حجر نرد منتظم أكيد ممكن يطلع عندي ممكن يمكن يطلع ثلاث يمكن لا أبصر لازم أقوم في التجربة حتى أتأكد الحادث المؤكد هو ظهور عدد أقل من ستة أو يساوي ستة أنا بأكد لك إذا قمنا في التجربة أنه يطلع عندي واحد أو اثنين أو ثلاث أو أربعة أو خمسة أو ستة فعم بحكي عنه الحادث المؤكد تمام رابع رح أعرض مثال آخر تمام ماما في تجربة نحن نقرأ السؤال في تجربة تسحب كرة من وعاء يحتوي على كرات زجاجية ملونة بألوان عندي هاي وعاء زجاجي في لون أزرق في لون أحمر هاي الأحمر وأيضا في لون أصفر ولون أخضر حدد فيما يلي إذا كانت النواتج الآتية ممكنة أو غير ممكنة عندك تحكي لي هاي الممكن ولا مش ممكن إذا قنت في سحب كرة سفرة من الوعاء ممكن يطلع عندي كرة لون أصفر ممكن إذا سحبت نعم ممكن فمنحكي عنها ممكنة طيب سحب كرة حمراء من الصندوق أو من الوعاء ممكن نعم ممكن هايها سحب كرة سوداء من الوعاء هل يمكن لا غير ممكن ومنحكي عنه حادث مستحيل الآن رابع سأنتقل إلى كتاب التمارين ونحل بعض التحديات الموجودة في الكتاب تحدي واحد اكتب جميع النواتج الممكنة للتجارب العشوائية الآتية عندي قطعة نقد عشر أروش لن بالدكية قطعة نقد ارميها شو ممكن يظهر عندي يا إما صورة أو كتابة إذن شو الإحتمالات صورة أم كتابة ما بعرف يا صورة يا كتابة طيب عندي هون عجلات أرقام إذا أنا حركت العجلة وردت أن يوقف المؤشر على عدد معين هل ما هي النواتج الممكنة اللي هتطلع معي ممكن يطلع واحد نعم ممكن ما بعرف ممكن يمكن اثنين يمكن ثلاث يمكن أربعة ممكن خمسة ممكن أيضا ستة وأيضا سبعة وأيضا ثمانية إذن مرة ثانية النواتج الممكنة لرمي قطعة النقد يا إما صورة أو كتابة لتحريك العجلة إذن قلنا واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة طيب ماما حجر نرد هلأ حكينا عنه ما هي الاحتمالات عندي يا إما واحد أو اثنان أو ثلاث أو أربعة أو خمسة أو ستة سأنتقل الآن إلى تحدي اثنان في تجربة سحب كرة بطريقة عشوائية من علبة تحتوية مجموعة من الكرات استخدم اللونين الأصفر والأخضر في تلوين الكرات للتعبير عن الحوادث الناتجة في كل ما يلي مؤكد ظهور كرة خضرة يعني أنا بدي يكون هون عندي مجموعة من الكرات بدي أكيد يظهر عندي كرة خضرة إذن بلوين الكرات باللون الأخضر ألوين الكرات جميعها باللون الأخضر لكي يظهر عندي كرة باللون الأخضر إذن ألوين جميع الكرات باللون الأخضر طيب رات لا يمكن ظهور كرة خضرة أنا هذا الوعاء التاني ما بدي ولا كرة باللون الأخضر حر ممكن ألونهم كلهم أصفر ممكن ألونهم بأي لون غير اللون الأخضر ما بدي مستحيل أحط لون أخضر عشان ما يطلع عندي لون أخضر إذن ألون جميع الكرات بألوان مختارة ما عدا اللون الأخضر هون كان اللون المختار اللون الأصفر فأنا بلونهم جميعا باللون الأصفر عدا اللون الأخضر ما بلون باللون الأخضر لأني ما بدي يظهر عندي أي كرة خضراء سأنتقل إلى الفرع التالي يمكن ظهور كرة خضراء أو كرة سفراء يعني أنا بدي لما أسحب كرة من الوعاء التالي يعني تطلع مندي يا خضراء يا سفراء شو ممكن إذن بلون جزء منه أصفر وجزء آخر أخضر تمام أو ممكن ألونهم بأي ألوان ثانية عداء اللون يعني أهم إشي يكون عندي وحدة فقط لون أصفر أو وحدة فقط لون أخضر تمام ننتقل إلى الإجابة إذن ألون الكرات بألوان أختارها لكن بشرط أن يكون بين الكرات كرة واحدة على الأقل أخضر وأيضا كرة واحدة على الأقل أصفر أو بلون نص أخضر ونص أصفر زي ما بدك طيب ماما ننتقل إلى تحدي ثلاث أحدد نوع كل حادث من الحوادث الآتية حصولي على علامة عشرين من خمسة وعشرين في مبحث الرياضيات تخيل تجيب لي علامة عشرين وخمسة وعشرين طبعا أنا رح أزعلي كتير وإنت مستحيل تجيب هيك علامة إحنا منجيب أعلى دائما منجيب أعلى إذن حادث إيش؟ حادث مستحيل صح يا رابع أكيد مستحيل طيب ماما عدد أيام شهر أب 31 يوم حادث أكيد نعم حادث أكيد إذن الفرع الثاني نزول المطر في شهر كانون الثاني إذن حادث ممكن يمكن يجي مطر ويمكن لا نحكي عنه حادث ممكن رائعين يا رابع أما فرع اتنين أذكر مثال على كل مما يلي حادث أكيد حادث مستحيل حادث ممكن حاب إنه يا رابع يكون واجب وتبعتولي الواجب على الواتس أب شكرا لكم يا رابع يطيكم ألف عافية